موضوع قاعدة البيانات المرحدة دي احنا بقالنا كتير قوي بنتكلم عليها ايه التحدي اللي بيواجهها؟ حاجات كتير قوي يعني حضرتك طبعا لما نتكلم مثلا حديك بس مثال ان انت لما بتيجي مثلا تاخد عقود الكهرباء مثلا علشان تبدأت تحطها على قاعدة البيانات ففي عقود كتيرة تلفة البيانات مش كاملة بتلاقي ان واحد مثلا مثلا يعني عنده عمارة وحاطت اسمه في كل باسم المثلا في كل الشواء فطبعا عندنا مشاكل بس احنا طبعا كل قاعدة بيانات لها المشاكل بتعايتها هل في حلول؟ اه طبعا الجهات كلها بتقعد مع بعضها بتشوف ايه الحلول للمشاكل بحيث ان احنا ننارو داون او نفوكس او نركز في ان احنا نمينيمايز او نقلل بقدر الامكان من الفوارق ولكن في الاخر حيبقى عندك مثلا قاعدة بيانات قومية مقننة بنسبة 95% او 98% وانشيز حاجة طبعا ممتازة ليه ما نقدرش نحط جدول زمني قابل للتنفيذ للانتهاء من قاعدة بيانات موحدة؟ في جدول زمني محطوط بس طبعا الجدول الزمنية احنا عندنا المشاكل اللي بتظهر لنا اثناء التطبيق او اثناء التنفيذ بتكون احنا مش متخيلنا يعني بتبقى حاجات فعلا نوادر فكل ما بنحط موعيد علشان نخلص بيحصل دلي او تأخير في هذه الموعيد ولكن انا يعني شايف اني مثلا على نهاية السنة على الاكثر نصف السنة اللي جاية المفروض يكون عندنا قواعد بيانات قوية جدا بتمثل نسبة كبيرة جدا من المجتمع تكتب تصل الى 90% لـ 25% دايبا ينجاز ان شاء الله دايبا ينجاز